بعد شد وجذب وتنافس حاد ها هي نتائج الانتخابات تضع النقاط على الحروف وترسم شكل البرلمان الجديد 12 مقعدا نيابيا حصة النجف في المجلس التشريعي المنتظر حيث لم يتبقى سوى فترة الطعون التي حددتها المفاوضية قبل الإعلان النهائي والمصادقة على هذه النتائج يكون للمرشح الحق في تقديم الطعن لقرارات مجلس المفاوضين خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر القرار ولمجلس المفاوضين أن يقوم بإصدار القرار خلال القرارات بشأنها خلال سبعة أيام نحن في مكتب انتخابات محافظة النجف الأشرف استلمنا عدد من الطعون وما زلنا نستقبل أي طعن يقدم أربعة مرشحين من المستقلين المدعومين من الحركة الاحتجاجية الأخيرة أفرزت عنهم نتائج الانتخابات البرلمانية في النجف يراه مراقبون بالأمر الجديد الذي من شأنه يفتح الكثير من الملفات على المستويين التشريعي والتنفيذي في قادم المستقبل اليوم تقريبا عندنا حسب الإعلان الأول لنتائج الانتخابات ما يقارب أكثر من 35 نائب بعنوان المستقل في جميع محافظات العراق هذا يؤشر حالة من التغير في مزاج النقاب السياسي بانتخاب الشخصيات المستقلة ذات الطبيعة الكفوة ذات الطبيعة التخصصية بعيدا عن هيمنة الأحزاب التقليدية أو الكتل الرئيسية أو مفهوم التحزب الذي شابه الكثير من التشويش والتشوى خلال الانتخابات الماضية أما على الجانب الشعبي سترنوا أعين النجفيين بأن تطبق البرامج الانتخابية للمرشحين وأن لا تبقى مجرد شعارات أكلها الزمن كما حدث في الدورات السابقة ويبقى التفاؤل في عكس رغبات النجفيين بعد الإدلاء بأصواتهم قائما في انتظار القادم من الأيام حكما ومراقبا على ممثليهم المنتخبين من خلال صناديق الاقتراع من النجف محمد رزاق التغيير